بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم في فيديو جديد النهاردة بإذن الله جايبا لكم منهج KG1 Connect في الإنجليش والنهاردة بإذن الله هقولكم إيه اللي مفروض الطفل يعرفه بإذن الله في المنهج دوت ويتعرف عليه على إيه والهدف من الConnect ده إيه أول حاجة عندنا أشخاص الكتاب عندنا دينا وعندنا آدم وعندنا النحلة اسمها بيزي بي بيزي يعني مجهولة وبي يعني نحلة طيب تاني حاجة المفروض هتلاقوا بيج ثري المفروض نعرفها في البيج دي هي كلمة بي وكلمة هلو يعني أهلا تمام يعني التفل لازم يكون عارف بي يعني نحلة وهلو يعني أهلا طب بعد كده في بيج فورد وفايف المفروض إن إحنا عندنا وردس موجودة على لتر اتش يعني أول لتر المفروض التفل يعرفها هي بتاعت لتر اتش تمام طب المفروض هيعرف بس شكل الحرف بس لا المفروض هيعرف شكل الحرف وكمان تلت تلت كلمات على لتر ده هي هما التلت كلمات المفروضة عندنا في منهج كونكت عندنا كلمة هلو وعندنا كلمة هاني وعندنا كلمة هيند هلو يعني أهلا وهاني يعني عسل وهاند يعني يد طب هل هيعرف بس هما الحرف ده وتاسمه اتش لا كمان عايزين يطلب منه آآ إنه هو يعني يعني المفروض إن إحنا بيحط دايرة حوالين آآ وبعدين هيعمل يعني المفروض هيدوس على آآ ويتعرف التفل كمان على اللي هي ها 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 زي كلمة هان زي كلمة هاني زي كلمة هالو طيب آآ الطفل بس هيعرف آآ الإنجليش بس آآ أو الغرض من كتاب كونكت بس هو إنه هو يتعرف إنجليش بس لا هتلاقيه إن هو في الكتاب شارح تلاتة كاتيجرس في الكتاب آآ إنجليش وآ ساينز وماث آآ فهتلاقوا في unit 1 في بيديو 6 خاصة يعني آآ كاونتينج فروم نمبر 1 2 نمبر 5 يعني كاونتينج فروم نمبر 1 2 نمبر 5 آآ وهتلاقوا إن إني جاب الفينجرس بتاعتنا آآ إنوان هاند أوكي وبعدين مطلع وان وان فينجر وبيقول عليها إن هيا دي نمبر 1 وبعدين مطلع 2 آآ فينجرس وبيقول دا 2 وعدين 3 وهكذا لغاية نمبر 5 دا معناه إن المفروض الطفل يكون عارف آآ النمبر آآ فروم آآ نمبر 1 2 نمبر 5 بعد كده موجود إيه؟ آآ الكادريجوري اللي بعديها اللي أنا قلتلكوا عليه هي الساينز آآ فحب يعرفنا إن إحنا عندنا البي البي اللي هي آآ النحلة لما بتيجي على الفلاور الفلاور اللي هي إيه الوردة تمام؟ بتجيب أص هاني بتدينا عسل يعني دلوقتي إحنا عارفين إن نحلة تمتصغ رحيك بتاع الأزهور وبعد كده بتدينا هاني يبقى دلوقتي البي بيجي على الفلاور و بعدين بتعطينا لإيه؟ الهاني تمام؟ طيب بعد كده عندنا إيه؟ عندنا في فيديو فورتين المفروض إن الطفل يكون عارف إن إحنا آآ أما نيجي نقول لحد أهلاً فبنقول له هالو آآ لما بيكون عايزين نقول لحد مع السلامة فبنقول له جود باي آآ ولازم يعرف يعني إيه كلمة أصدقائي بالإنجلش كلمة أصدقائي بالإنجلش يعني فرانس يعني فرانس تمام؟ طيب بعد كده في يونة تو بيتكلم على ماي بادي ماي بادي دي هتلاقيوها في بيج سيكستين عفوا آآ المفروض التفلي بيتعرف على إيه؟ بيتعرف على شكل الأعضاء الجسم كلها ويتعرف على جسمه وكل حاجة فيه كل عضو فيه جسمه اسمها إيه؟ أول حاجة بالنسبة للإير هي الأذن آآ بالنسبة للعين أو العين يعني اسمها آي آآ الشعر اسمها هير أو اسمه قصدي هير اليد اسمها هند الماث يعني الفم والنوز يعني الأنف المفروض الحاجات دي طبعا هيعرفها أورل يعني ليجي نقول له مثلا أذن يعني إيه؟ هيقول لك إير شعر يعني إيه؟ هيقول لك هير وهكذا آآ يد يعني إيه؟ هيقول لك هند طيب قولي له هاو ماني فينجرز هايقل لك آي هاف فينجرز تمام؟ بعد كده هتلاقي في بيج تمام؟ آآ آآ هتلاقي أطفال بيخسل قدير فبيقول يعني أنا بخسل إيدي أنا بخسل آآ وشي تمام؟ ده برضو المفروض إن التفل عارف يقول له يعني الحاجة عملية يعني إن احنا بنخسل إيدينا فمعناها هتقولي إنها نقول لو أنت عايز تخسل إيدك أو عايز تخسل وشك فهتقول وهكذا طيب هنيجي بعد كده آآ أول حاجة عرفناها هو حرف الأتش هنرجع عليها طبعا كويس جدا ويكون عارف الثلاث آآ الثلاثة ووردز الموجودة عليها بعد كده هنيجي على حرف الأم والأم بسمول كمان آآ هو آآ مدينا أربع كلمات على حرف الأم آآ مامي ماث مالك مالك مامي مالك مالك مامي يعني مامي تمام؟ ماث يعني الفم آآ 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 المج يعني المج اللي بنشرب فيه الشاي وعندي كمان الملك يعني اللبن كل دول بحرف الأم طبعا أول حاجة هيعرف شكل الحرف ازاي ويعمل على حرف الأم وبعد كده لازم نعرف بتاعد الأم ساوند ما 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 أوكي طيب بعد كده عندنا آآ هايه في بيجي سورتي تو عندنا آآ آآ ماي كلاس آآ الفصل بتاعي مكون من إيه؟ المفروض إن الطفل هيتعرف على الحاجات دي أورل تمام؟ ويعرف كل حاجة في الفصل بتاعه اسمها أورل تمام؟ بالاسم بتاعها أورل يعني زي كلمة ايه؟ زي كلمة بورد أو الصبورة المفروض إن بتكتب عليها يعني مدرسة ويتاني حاجة عندنا البوك البوك اللي هو الكتاب المفروض اللي الولد بيتعلم منه أو البنت بعد كده الكورسي إن البنت أو الولد قاعدين عليه أو أي كورسي يعني متن يعني اسمه وكريون يعني الألوان اللي هي الشمع اسمها كريون وعندنا كمان البنسل يعني الألم الرصاص وعندنا كمان التابل المفروض إن التربيزة بيقعد عليها الأولاد حواليها الأولاد تمام؟ فدوت بالنسبة المفروض إن أنا ما شاور على حاجة من الحاجات الجوة الكلاس بتاع الطفل المفروض إن هو بيكون عارفة فدربوا عليها الأولاد يا جماعة يعني مثلا هتقول له مثلا انا طبعا حبيت إن أنا أجيب لكم جزء من الكتاب النهاردة أنا ما شرحتش كل اللي موجود في الكتاب ولكن أنا جبت جزء منه إن شاء الله بإذن الله إذا عجبكم الفيديو إن شاء الله قلولي بإذن الله أكمل لكم بقية الكتاب بإذن الله إن شاء الله وإن شاء الله هرفع لكم شرح المنهج كي جوان في بإذن الله إكتشف وكمان في العرب بإذن الله إكتشف وده عبارة عن إيه وبيتكلم عن إيه وكل الحاجات دي بإذن الله فأرجو من الله سبحانه وتعالى إن ده يكون على عمل ينتفع به وإذا عجبكم الفيديو أرجو عمل لايك وسبسكرايب وشير للقناة ليصل لأكبر عدد ممكن مننا وياريت اللي مشتركش عندي في القناة ياريت يشترك ويفعل الجرز وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته